صباح الخير صباح الأمل صباح الحياة على أحلى مشاهدين في الدنيا أهلاً لكم في برنامج نعم أستطيع النهاردة حلقة رقم 243 من البرنامج والحلقة الأولى معاكم النهاردة وأنا معاكم بحق حلم من أحلامي وإن شاء الله أقدم شيء مفيد وإيجابي عايز أقول لكم أن نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم أستطيع أقوال وأفعال البرنامج كمان بيقدم مواهب مختلفة من الشعر والغناء والرسم وكمان حب أشكر المهندس وليد شعلان أنه هو سمح لي أن أنا أكون معاكم النهاردة معنا فاكرة النهاردة وهي كوني أنت كوني أنت بمعنى أنك أنت ما تقلديش حد كوني أنت بلبقتك بشخصيتك مختلفة عن أي حد مثلا بيشبهلك وكمان ما تتصنعيش كوني قوية لأجلك وإنتي وجهي مصاعب الحياة بنفسك كوني أنت لخاصة حاجات كتير قوي في ناس كتير قوي بشوفها بتكون مش يتقلد كل الناس اللي بتشوفها وما بتكونش هي بتكون متصنعة وبتكون حد بيشبه حد تاني فأتمنى أن كل واحد يكون هو نفسه أو أنت يكوني نفسك الفكرة اللي بعد كده وهي بعنوان السوشيال ميديا تأثيرها علينا إيه؟ كشفت الدراسة الحديثة اللي تم إجراءها في يناير أن السبب الرئيسي لمرض الاكتئاب هو التواصل الاجتماعي وأن كمان أن المراهقين أكثر عرضة للاكتئاب والعصبية والزيادة والعنف طبعا السوشيال ميديا كلنا أثر علينا بطاقة سلبية بقينا دلوقتي مثلا قاعدين مع بعض كل واحد مسك التليفون وحطوا قدامه وما بيهتمش بالعلاقات اللي معاه أو بيهتم بحد تاني معاه كمان عايز أقول أن السوشيال ميديا أصارت كمان وعملت فجوة ما بيننا وما بين بعضنا لما بنيجي مثلا نخرج مع بعض من أصدقائنا أو بنقعد في العيلة كل واحد بيكون في حتة تانية غير اللي هو فيها يعني أو كده وبيفكر أن هو بكده موجود هو موجود جسديا لكن فكريا هو مش موجود بيفكر في حاجة تانية طيب هنيجي بعد كده للفكرة اللي بعديها وهي أسباب التنمر أو التنمر التنمر هو شكل من أشكال الإثاءة والإذاء النفسي وهو كمان ظاهرة عدوانية وغير مرغوب فيها ممكن كمان تبقى على شكل ممارسة أو عنف سلوكي وعدواني وفيه كمان تنمر لفظي إن احنا ممكن مثلا نقول صفة لواحد أو لقب وهو كمان يعني بيكون اللقب ده فعلا عليه بس طبعا بأسلوب التنمر فبيبدأ أن هو يجي له اكتئاب أو يكره نفسه طيب خلينا كمان النهاردة نشوف إيه أسباب التنمر؟ إيه هو الكائن المتنمر؟ الكائن المتنمر ده بيكون شخص عادي جدا بس هو بيعد مع مجموعة من الأصدقاء فهم أصلا بالفعل بيكونوا متنمرين فبيبدأ السلوك السيء ده بينشره يعني وكده فبيبدأ هو كمان يعني يمارس التنمر ده على الناس وكمان يعني سبب كمان من أسباب التنمر اللي هو الغيرة والمشاكل المنزلية والتعجرف كمان النهاردة معينا حاجة كويسة جدا حاجة إيجابية أن ولد اسمه خير الله من الجزائر الولد ده هو يعني هو متميز وهو مختلف خالص عن الناس وهو بيقول أنا فرحان بتمييزي لإني داهبة من هبة ربنا ونفتي أطلع ممثل في هليود أنا بتمنى لك كل النجاح وإن شاء الله أشوفك ممثل هليود قد الدنيا يا خير الله وتعالوا نشوف الفيديو بليون أطلع الحكسي ميزة وبعضي نزاني هابن نقول لها البشورة من هابن سعي لأبوك ترجمة نانسي قنقر نقرب كلية الحلو نجاقى الأسدقاء نطبعنا باني نجسل بابي ونصابه كيف كيف عندي أسدقاء كتب من الكام نظر التنسية استجاباتي أتوبتنا نعم بهم ما جاء الله لم يتعرفوا لي هم بغلوب هم بغلوب موابئ ونتكلمو موابئ في كل مجالات يفقوا بلي رمها الإنسان مختلف نقربين مني يطولي ما راكم ينطيل أنا نسكي باش كشكت الناس كشكتهم بالعب ويطيبت القلب وما نقعدش معني حتى نجا باش نهدي كاش وقت ولا نجب حكاش إنسان موسيقى 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 معنا الفكرة اللي بعد كده وهي اكتشف ذاتك بمعنى ان انت لازم تعرف انت عايز ايه طبعا كلنا بنتحط في مواقف او في حاجات في الحياة بتكون مش عارفين احنا عايزين ايه سألت واحد يعني زميلي قلت له انت دكتور هل انت فرحان ان انت دكتور وكده قال لي والله انا والدي كان نفسه يطلعني دكتور عشان هو محققش الحلم ده فبالتالي انا اتنزلت عن حلمي عشان احقق حلم والدي وبقيت بالفعل دكتور طبعا هو كان نفسه يطلع شاعر ولكن للأسف هو عشان يحقق حلم والده اتغاضى عن حلمه وبقى بالفعل دكتور انا عايز ابعد بس سرسالة للأباء يعني للأباء قصدي والأمهات عفوا واقول لهم انه كنتوا لازم تسيبوا عيالكوا هم اللي اختاروا مصير حياتهم علشان يكونوا مجتهدين فيها ويقدروا يقدموا موهبتهم بشكل متكامل وجميل وبعدين انت بعد كده هتفتخر بابنك ان هو حقق نجاح وقدر ان هو يوصل للطريق اللي هو حبه وعايز يكون فيه كمان انا عايز اقول لكم ان لازم علشان توصل لازم تكون ثلاث حاجات في معتقداتك وهي انا استطيع انا سافعل انا ساكون يعني هتفرق جدا معاكم في كشف الزيت كمان عايزين نشوف النهاردة قلنا فكرة تانية خالص وهي اهتمي بنفسك اهتمي بنفسك كل الناس هاكيد هتسمع اهتمي بنفسك فهتقول على طول من غير اي كلام اللي هو الاهتمام الخارجي لكن النهاردة هنقول ان الاهتمام بينقسم لاتنين وهو داخلي وخارجي الاهتمام الخارجي اللي هو المتعارف عليه اللي هو البنت او الست بتكون مهتمية بنفسها في الشعر والميكوب واللبس كل دول شكل خارجي لكن الشكل الداخلي او عفوا نسوري الاهتمام الخارجي الداخلي وهو بيكون انك انتي لازم تهتمي بالقراءة والتأمل مثلا انا النهاردة عايزة اقرأ كتاب معين او ان انا اذاكر مادة معينة ببدأ طبعا ان انا كده يعني انمي المهارات الداخلية اللي عندي فبالتالي هبقى نجحة وهحق اهتمام داخلي وخارجي فعشان خطري اهتمي بنفسك طيب في حد سألني النهاردة وانا جاية وقالي احنا عايزين نعرف رسمة الايلينر الصحيحة معانا النهاردة فيديو كده صغير من بنت اسمها نجلاء مصعد هي بنت عسولة جدا وهي بتقدم فقرات جميلة تعالوا معايا نشوفها وهي بتقدم فقرة ازاي ترسمي ايلينر مرحبا يا حلوين انا نجلاء بفيديو اليوم طريقة سهلة لسم الايلينر خطوة اولى لازم نحنا نعلم الايلينر بقلم ابيض او بايشادو ابيض وهلا بعد شوي رح تشوفو ليه ومتل ما منعرف لون الابيض كتير سهل نشيله ستب تو مناخد ايلينر عم استخدم هالايلينر من سيالا بيوتي اي لوفت لانه كتير كتير سهل الرسم فيه واتس سوبر بلاك واتس ووتر بروف وريشته كتير 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 بتساعد المبتديئت لان فيكن تتحكموا فيها مثل ما بتكون عنجد اي لوفت وهلا اوكي رح يخلص الايلينر يلا يا نجلة وهلا بننقل للمسكيرا كتير بحب هالماسكيرا من سيالا بيوتي بيعطي هيكل رموش لك ناتشرل وبيعبيون وكخطوة اخيرة لبستيك رانا اي لوف يو بيلبق مع شو ما كنتو لابسين واتس سوبر مات ولونج لاستينك وما بتحسوا انكم حاطين مات لابستيك على شفاهكم في كتير الوان حلوية بقنات شاء الله تكونوا حبيتو وبكده نكون خلصنا فكرة الاهتمام بالنفس نيجي بعد كده للفكرة الاخيرة وهي ازاي تكوني قد كراراتك كلنا ساعات بنواجه حاجات كتيرة وضغطات في الحياة والترابات لكن انا عايز اقول لاي حد بيسمعني ان انت لازم تكون قد كرارك وقد التحدي خليك وواصق في حلمك علشان توصله ما تصدقش قد اي حد يقولك انت مش هتقدر توصل لحلمك ويحطمك خليك وواصق في نفسك وخليك قد التحدي احلم وصدق حلمك كمان عايز اقول للناس اللي بتسمعني ان الظروف ملهاش اي دعوة ان كنت انت فاشل او نجح لان الظروف ملهاش دعوة فعلا انك انت اهلك مين او انت ابن مين انت لازم تحقق ذاتك بنفسك وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة واستنوني ان شاء الله يوم الحد القادم واسفكم مع زميل الاعلامي الجكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة رقم 244 من برنامج نعم استطيع الموسم الواحد وعشرين على التوالي دوما على شاشتنا المفضلة شاشة قناة الصحة والجمال معاكم النهاردة الاعلامي الجكر وعنوان حلقتنا جولة بمدينة زفتة النهاردة هنتكلم عن مركز ومدينة زفتة لياه مركزي ولاشئتي ومسكوة رأسي هبدأ اول فكرة معايا النهاردة وعندي ثلاث صور للعرض لو سمحتم وعايز انعي الاستاذ المحترم الاخ الصديق رزق تعيلب ناقوب المعلمين بزفتة وابن قرية صندبست ربنا يا رحمك يا سيد رزق كنت من الناس الاخيار المحترمين اللي فعلا كان دايما للكل بيعشائك وبيحبك وبيحترمك بسيد رزق تعيلب ناقوب المعلمين لا يا جماعة مش الصور دي خالص اول ثلاث صور خالص في الترتيب بسيد رزق تعيلب توفى الله من زحوله اسبوع كان ناقوب المعلمين اي واي الصور دي راجل ما كانش بيبخل على اي حد كان بيفتح قاعة نقوب المعلمين لكل الناس المحترمة لقومة الندوات وبيحتوي الجميع رحمك الله يا سيد رزق من الناس المحترمين جدا اللي اثرت في الناس اكتر من الفين بوص تتحطوا على الفيس من كل زفتة شباب واطفال وطلبة وكبار الكل بيعشائك وبيحترمك لانك فعلا مصدر دايما كنت مصدر للتفاؤل مصدر لساعات الاخرين لولادك يا رب ربنا صبرهم واهلك جميعا والاهل سنضبط المحترمين الفقيد المحترم الاستاذ رزق تعيلب نقيب المعلمين بزفتة هطلع الفكر رقم اتنين وعايز اقول نورت مكتبك يا حج محمد ده الحج محمد مصلح زعيم زفتة كان مصاب وعك المدة سبعين يوم غاب عن زفتة كان في المستشفى وخرج بالسلامة والصورة دي في مكتبه عدت سالما لأهلك والمكتبك والشغلك يا فندم ومعنا في الصورة الدكتور المحترم الدكتور الأسنان محمد حسب النبي المحترم الخلوق والدكتور محمد والحج محمد مصلح بصراحة شخصيات لا يختلف عليها اثنين عدت سالما مرة اخرى يا حج محمد عدت لبلدك والزفتة عدت عظيما زعيما لزفتة رئيس الغرفة التجارية بطنطة وزعيم زفتة وامين حزب مستقبل الوطن السابق وامين الحزب الوطني وكل المساميات السياسية والاجتماعية والوطنية يتزعمها الحج محمد مصلح والد الروحي واب لكل المصريين واب لكل الشباب زفتة ووالد لكل من له صلب العمل التطوعي او السياسي او الخدمي عدت سالما ومن ابنك وليد من ابنك وليد تاني بقولك انت اب روحي لي ولكل الجميع ربني يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا رب يا رب يا رب الفكرة الثالثة عايزة عمل تهناءة بالزواج صحبي واخوية وفلميزي طاهب رهيم الاعلامي طاهب رهيم ابن برنامج نعم استطيع طاهب رهيم شخصية جميلة رائعة جوازك من اسبوع واسف يا طاه ان ما جدش فرحك في المينيا ولكن كل السنة وانت طيب وعيد ميلاد سعيد وعيد جواز سعيد وكل المناسبات تتحطيلك يا طاه طاه شخصية جميلة مزيعم الدرجة الاولى عنده فرنة صوته حلو في القرآن عنده مخبز عنده محل عطور اعلامي فوتوشوبر بيعمل كل حاجة طاه ده يا جماعة السبع صناع ولكن البخت مش ضايع طاه ابراهيم واحد اكتشافاتي الاعلامية كان تلميذ من تلمزيتي في برنامج نعم استطيع مزيع من سبعين مزيع في البرنامج هنا صال وجال وعمل حوالي عشر اتناشر حلقة وسمي باعلام الصعيد واعلام المينيا فخور جدا بقريته وفخور بمركزه ودايما بيشتغل على قريته ومركزه ودايما بيقول الافضل قرية بني خيار محافظة المينيا ركز مع امراتك الفترة دي واسيبك من النت واسيبك من التلفزيون شكرا يا طا الفقرة الثالثة هتكلم عن انتخابات مجلس الشعب واو البرلمان عشرين عشرين بزفتة اعلان المهندس وليد شعلان ابن مدينة زفتة عن عزمه الترشح لانتخابات مجلس النواب عشرين عشرين عن دائرتين زفتة والصنطة طبعا الدائرة وسعي جدا وبقت في مجموعة الصور نعرضها جماعة وربع دا كده دا روسعي جدا اصبحت زفتة والصنطة ولكن المهندس وليد قرر يخوت دي مجلة ابناء سيمبو اللي عملها المهندس وليد شعلان سنة 2006 بتكلفة ذاتية منه عشان يعمل لقريته ابناء سيمبو مجلة بقرية ريفية كان على رأسها المهندس وليد شعلان كأول عمل تناوليه يجمع القرية جمعية ابناء سيمبو او قرية ابناء سيمبو او سيمبو الكبرى مركز زفتة غربية اصبحها لها منبر صحفي جريدة تصدر بقرية ريفية لمدة اربع اعداد مصارفها الكاملة وكلامها بالكامل المهندس وليد لو قالبنا الصورة اللي بعد كده نلاقي كده ظهر الصورة بيقول عندما يكون مسؤولا عندما يكون عضو مجل الشعب قالها المهندس وليد سنة 2005 بيقول على نفسه عندما يكون عضو مجل الشعب والان هو بيخطو خطوة جادة نحو تحقيق حلمه واحلامه اللي قالوا من 15 سنة في المجلة بيتطبق السنة دي الصورة اللي بعد كده راح الراجل من ابناء سيمبو كجريدة لبرنامج جمهورية زفتة اول مرة يكون لمركز صغير في المحافظة ناية برنامج صريح بيتكلم عنها وبيتكلم عن مساويها وعيوبها ومشاكلها ومميزاتها وسلبياتها واجابياتها واشخاصها فكرة جديدة لشخص بيحلم يكون عضو مجلس نواب عن زفتة والصنطة اصبح لزفتة من برنامج اعلاميا على يد المهندس وليد شعلان ابن قرية سيمبو الكفرة مركز زفتة محافظة الغربية وبيقول ان ترشحه وقت تام واستكماله لمسيرة بدأها وقال هكمل الدارة وسعة وقت الصنطة وزفتة ومع ذلك هيكمل هو مستقل في شغله وهيكمل ولن يقف عند اي حد ان شاء الله المهندس وليد شعلان هيكمل مسيرته وهيدخل انتخابات 2020 فردي مستقل مجلس النواب مركز ومدينة الصنطة وان شاء الله بالتوفيق وهتمنى دعم الكامل من شباب سيمبو الكفرة اولا وشباب زفتة ومستقفينها هو بيعتمد بيقول دايما انا شايف ان زفتة فهم مستقفين كتير وشباب بيفهم كتير وشباب شايف دلوقتي ان الشباب له دور محوري على ارض الواقع ومعاش فيه حاجة اسمها مال سياسي ان شاء الله ودوم للامام مهندس وليد شعلان طيب هدخل دلوقتي على مجموعة من الصور على مجموعة من الصور واقول الصور اللي بعد جاء جماعة نكمل مجموعة من الصور وهي في قرية دهتورة هي الصور دي قرية دهتورة تزعمها المحترم ورئيس الروابط شباب بقرة زفتة الاستاذ مندو هدرة انا كنت اقول المهندس وليد كان في اجتماع من فترة دي تكريم الاستاذ مندو للمهندس وليد فكان في اجتماع الروابط اللي ضمت اكتر من 12 قرية عندها 12 ربطة بيتكلمه في التنمية بصراحة كان اهم واكبر مؤتمر حضرته مع ان العدد فيه هما 60 شخص او 50 شخص ولكن هما زباد العمل التطوعي الخدمي في مركز مدينة زفتة كل جماعيات المحترمة والروابط المحترمة تحت قرية الاستاذ المحترم مندو هدرة كانت في هذا الاجتماع احب برضو اقول ووجه كده يعني للصديق احمد يوسف اللي في الصورة دلوقتي بالشفاء العاجل ربني اشفيك يا استاذ احمد هو عنده واعكة صحية ربني اشفيك ويعافيك يا رب ارجع تاني لسيد مندو وفكرة الروابط والتحاد الروابط وانه يجمع زفتة تنمويا ده شيء محترم منوش دعوه بالسياسة منوش دعوه بالانتخابات شخص محترم جدا ودقوب جدا يعشق العمل التطوعي هو راجل جيش وده اجمل ما في الموضوع منظم منتظم يعمل من اجل الاخرين ونكمل بقى الصور بتاعتهم يا جماعة ادي الصور للعرض يوميها كان مؤتمر وده كان كلمتي في المؤتمر بنقول دائما التنمية هي اساس وزفتة دوما في القلب والصورة الجماعية الاخيرة هي افضل صورة لانها جمعت كل ابناء التنمية في مركز ومدينة وكرة زفتة هدخل دلوقتي على حتة مهمة جدا وهي قرية حنوت وفيه مجموعة صور لقرية حنوت قرية حنوت يا جماعة هي افضل واهم قرية على مستوى مركز ومدينة زفتة صراحة قرية محترمة جدا اشكر المحترم لأستاذ محمد ظهرة ورفاقه مجموعة صور محترمة يا جماعة سبعة ثمان صورة واربعد كده بتكلم عن اه مكنة ايتي ام في قرية ريفية عكفوا عليها مكنة واثنين وثلاثة القرية دي بعد اصبحت القرية النموذجية بفضل محمد ظهرة ورفاقه طبعا مش قدر اقول لأسماء كلها ولكن انا قاسر طبعا اني بقى تذكر محمد ظهرة بالذات ولكن هو اللي قابلته هو اللي قابلني اول يوم هو اللي دعاني القرية فبشكره وبشكر مجموعة العمل بالكامل جمعية ابناء حانوت الخيرية جمعية محترمة جدا 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 عامين شغل على ارض الواقع ممتاز مجموعة زباط جيش ومعهم دكتور ومعاهم محاسب على ارض الواقع في تسعة شهور يا جماعة قدموا ما لم يقدمه كتير في عشر خمستاشر سنة اصبح لحانوت اه شكل عام محترم جدا وانا برشاح هكون القرية المثالية على المستوى زفتة ثم المستوى الغربية وهنافس بيها على المستوى الجمهورية هقدمهم في ساعة الصاو في الابرة وفي كل حلقة باتكلم عن قرية حانوت النموذجية وابنائها المحترمين مجموعة زهرة ورفاق والمحترمين بصراحة شابوليكم زورتكم يوم في القرية الصورة دي نقف عندها شوية جماعة الصورة دي محطرة مقاوي لان وراها قطعة ارض مساحتها ايرتين ونص تبرع بيها الحج عفتاح عفتاميس عثمان لجمعية ابنها حانوت ليه بقى عشان يقوم عليها مجمع خايدي واحد بالغسل كلوي وحضانات اطفال شيء محترم جدا شابوليكم يا فندم واتمنى من جميع رجال الاعمال في زفتة وقرها التبرع لهذه الجمعية المحترمة حتى يقام هذا الصرح على قرية من قرى مركز ومدينة زفتة شابوليك يا محمد يا ظهرة وشابولي كل رفاقائك محترمين ودمتم دوما اجلاء محترمين لزفتة وعوانها هدخل الفقرة التالتة وصور مجموعة صور تانية خالص عن قرية كفر صنباط قرية كفر صنباط يتزعمها المحترم الكابتن صراح الاشكر هو الرجل المحترم ده جماعة كابتن كورا ولكن يقدر عمل التطوعي في القرية رجل من الناس رجل مستلاح ماديا عنده مصنع طوب ولكن طرق كل ده وشغل تطوعي خدمي تنموي في القرية بصراحة أصبح لكفر صنباط شكل حضاري جدا جدا عملوا كل حاجة ده يا جماعة الصورة دي أو الصورة دي واللي بعدها مستوصف في البلد فيه كل حاجة دي عيادة أسنان كاملة متكاملة ومعمل تحيل متكامل والله العظيم لما رحت هناك أنا انبهرت معقول كرة زفتة فيها الجمال ده وكلها جهود ذاتية الناس دي بتساعد الحكومة وبتحاول تساعد قدر المستطوع عشان المستشفات الحكومية مع المستوصفات دي تعمل شغل على أرض الواقع والنتيجة والمحاصلة زي ما انتم شايفين عمل إيجابي وثمرة إيجابية على أرض الواقع نكمل الصور يا جماعة عندهم مركز شباب محترم ولكن ينقصوا بعض الحاجات اللي اللي عايزينها عايزين ملعب محترم عايزين قطعة أرض عندهم عايزين يقولون حمام سباحة نخاطب بالسيد وكيل وزارة التربية والتعليم والسيد وكيل وزارة الشاب ورياضة نويتابعهم دي بقى صورة نقف عن ده مدرسة ابتدائية عندهم من خمسين سنة ده يا جماعة الدول الأول تخيلوا الدول الأول اتخسف فيه الأرض أصبح كده أكيد ده ما ينفعش تبقى مدرسة ومع ذلك هي مدرسة خرجت كل أجيال قرية كفر وصنباط الأرض بقى التانية اللي بنتكلم عليها دي هم اشتروا أرض دي المدرسة يا جماعة شايفين أصبحت مدرسة متهالك فالناس عملت ايه اشترت حطة أرض دي الصورة اللي بعدها واتدرعوا بها للحكومة الكارثة بقالهم خمس سنين مش عارفين يبنوها الحكومة وقفة على مشكلة مش عارف يا إيه لحد دلوقتي ولكن ناس اتدرعت بالأرض واتدرعت بفلوس وقالت هيئة لأبناء التعليمية لو سمحتم عايزين نبني المدرسة محافظ وراء محافظ وزير وراء وزير وما زال أهل كفر الصنباط يستغيثوا أين حقنا في إنشاء مدرسة محترمة في القرية الأرض واتبرعنا بيها ماذا ينقصنا الموضوع وقف عند مين مش عارفين هل شبهت فساد في الموضوع الله أعلم هل فيه طاطق من مسؤولين الله أعلم هل فيه حد مؤسوم الموضوع الله أعلم نتمنى تدخل المسؤولين عن مركز ومدينة زفتة ووزارة التربية والتعليم بالغربية عشان نشوف ليه المدرسة وقفة ليه المدرسة ما بتتبنيش نداء من الحج الصراحة الأشكر ومجموعة شباب كفر وصنباط عايزين نبني مدرستنا المعهد دي ناكب متوقف ليه عايزين نشوف المدشور ده جماعة لأنه واضح إن فيه حاجة مش صح إيه هي مش عارف أنا ما بتهمش حد بعينه على فكرة أنا ما بتهمش حد ولكن أنا بقول ليه مدرسة أربع خمس سنين الأرض موجودة ولكن ما بتتبنيش ليه الأظهر الشريف عندهم هناك متوقف من خمس سنين الناس بدي تتحول مع الأظهر الناس بدي تسيب الأظهر عشان الأظهر واقف حرام حرام نضيع لابنة محترمة عشان فيه عقل مش واعي بيدير غلط أتمنى تدخل مسئولي طيب نخش بعد كده على قرية كفر حنود بحري وشكر خاص للأستاذ المحترم رمضان إبراهيم السعدني طبعا السورة دي جناعة ببيته أول ما دخلت إيه تبيت أهلاوي جدا الحطة حمرة والنادي الأهلي يقولوا آه أنا كده ممكن أن أعمل دعوة عامة للسيد المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيسنا الأهلي بافتتاح هذا البيت بيت يا جماعة أهلاوي صرف كل حاجة فيه بتقول أهلي أهلي بصراحة سواء أرضيات أو حيطة أو أي حاجة حاجة جميلة محترمة جدا من قرية محترمة ولكن القرية دي يا جماعة عندها استغاسة إيه الاستغاسة عندهم؟ قريةهم لها طريق واحد بس طلبين يرصفوا كيلو جابوا موافقة من المحافظ يرصفوا كيلو كامل للأسف الشديد هيئة الرصف الطرق رصفت 250 متر 250 متر وسابت 750 متر من غير الرصف المسخر رئيسي متقصر ومتدغدغ والناس مش عارفة تمشي العربية عارفة تدخل وطبعا في الشتاء يا جماعة حد السؤال حرج نطالب السيد رئيس المدينة ونائب رئيس المدينة والسيد وكيل وزارة الطرق والسادة المسؤولين أين طريق قفر حنود بحري من الاستخدام ومن الاستكمال الناس بتشتكي وبتأن الناس ده جماعة يام كورونا والله يجابوا مطور بلدي وعملوه ورشوا كفر حنود وكل الكورة المجورة على حسابهم عملوا شيء صح كفقوهم بقى ادوهم حقوهم المطلوب أصلا والمحافظ قال عليه يتم رصف الطريق ثين ده للأسف الشديد فيه تباطئ أنا عارف ان كورونا وقفت مصر كلها لا خلاف ولكن كل واحد عايز ياخد برضو حقه ادونا حتى 250 متر كمات خلوهم خمسمائة خلوهم 350 بس مستبوش الناس انك تضرب أخمسة أزداس وتقولوا هي ليه الحكومة من هوميلانا ليه اتمنى تدخل مسؤولين والستيد رئيس المدينة للجديد اتمنى مراعاة شعور ابناء كفر حنود باحث لانهم ناس محترمة وبتعمل شغل كويس اوي 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 اطلع واختم اخر قرية في الكرة للوقت وهي قرية مسجد وصيف ولا صورتي قرية مسجد وصيف دعاني لها المحترم المحترم الاستاذ اعطيها زغلول ورفاقه والحاج صبح جاد ورفاقه قرية مسجد وصيف هي مسكة رأس او سكن زعيم الامة ساعد زغلول ساعد زغلول يا جماعة كانت سكنة عندنا في القرية دي والهم حطت ساعد باشا وبلت ساعد باشا وكل حاجة ساعد زغلول ومع ذلك القرية ما فيهاش اي خدمات خالص 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 على اقل تكريما لساعد زغلول يعني مش هنقول تكريما لابناء مصر دي الوقت ساعد زغلول كويما وقامة والناس بتيجي من كل مصر تبص على القرية كمزار ليه ساعد زغلول كان ساكن في المكان ده اتمنى نظرة صحيحة على قرية مسجد وصيف وتعاون مع شيخ البلد الاستاذ المحترم اعطيها زغلول ورفاقه والاستاذ المحترم صبح جاد ورفاقه نطلع على فقرة متميزة وصعبة جدا واتمنى ادوني أقولكم يا جماعة في الفقرة اللي جاء دي طريق الموت طريق الموت وأوكرر الطريق اللي مات عليه اخواتي واهلي وحبيبي واهلي بلدي زفتة الطريق اللي كل يوم نفقد عليه شاب جميل رائع متميز من اهل زفتة الطريق اللي كل يوم واحد يخسر عربية الملاكي او المقرباص او ربع نقل او نص نقل في زفتة الطريق اللي حصد السنة دي اكتر من عشرين حالة وفاة من زفتة الطريق اللي فضر وولدين من بيت واحد وماتوا من زفتة تخيل يا مسؤول لو ابنك مات على الطريق تخيل يا محافظ لو ابنك مات على الطريق تخيل يا رئيس المدينة لو ابنك مات على الطريق هتسيبه كده هو لازم ابنك يموت عشان تحس ان الطريق ده محتاج يترسف طريق الموت يا جماعة بنشط بين من سنين وسنين وسنين يرد بن زفتة والمحلة وسمنود طريق محوري جدا 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 ولو شفتوا شكله وحوادسه هيصعب عليكم بجد شابين من بيت واحد راجبين موتسكل ماتوا قبل العيد بيوم أو بيومين على الطريق ده الطريق ده حصد ارواح كتير اوي 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 فوق تخيلاتكم لا اله الا الله وان لله وان يلاه راجعون شابين زي الورده هم يا جماعة حصدهم الطريق اتنين اخوات راجبين مكنة وعالطريق واتقلبوا وعالطريقهم في الترع وماتوا ربنا يصبر اهليهم ربنا يصبرهم يا رب سيادة المحافظة السيد وكيل وزارة الطرق السيد وزير النقل اين مركز ومدينة زفتة من رصف طريق الموت طريق الموت والله العظيم كل يوم بنفك وتحد الواحد ماشي على الطريق بيقول ان لله وان اليه راجعون خلاص انا داخل اموت تخيلوا احساسك وانت ماشي عارف انك تموت ده طريق الموت في مركز ومدينة زفتة الصورة دي بقى جماعة نقل منها ونقول كل نفس زائقة الموت تخيلوا ده ايه الطبيعي ان ده تراب فح لا والله ما تراب ده جماعة للأسف الشديد اكرر للأسف الشديد كورنيش زفتة تخيلوا دي مصطبة من مصاطب زفتة المجرية الرئيس المدينة يعد للمصاطب ويعمل للمصاطب او يعمل للكورنيش هيئة عملها مكبرة اصبحت دلوقتي اهو ده بقى احنا فعلا احنا هنعمل ايه ده منظر مكبرة مش منظر ترابيزة هيعود عليها انا وزوجتي او انا وقصرتي ده منظر مكابر سموها في زفتة ايه بقى مكابر كورنيش زفتة السيد المحترم رئيس المدينة السيد المحترم المحافظ هل ده منظر يليق بكورنيش جمهورية زفتة احنا عنيل يا جماعة احنا مش مجرد ترعى احنا عنيل ومع ذلك في استخفاف شديد بكل مستلزمات زفتة لا طريق موجود ولا رص موجود ولا مستشفى موجودة حتى كورنيش متنفذ زفتة على النيل الاتنين كيلو اللي عنيه نحطون بالمنظر ده بالله عليكم حد يرضي يوعد عن المكان ده كله نفس زائقة الموت تخيل يا فندم انت انت واسرتك على ترابيزة او على مصطبة مكتوب عليها كله نفس زائقة الموت حد سوال حرج ولكن لنا الله لكن الله يا زفتة لكن الله يا جمهورية زفتة لكن الله يا شباب زفتة اتمنى مراجعة رئيس المدينة لهذه المهزلة على ارض الواقع ودي هتنيها دايما في الصور اتمنى اتمنى ازالة هذه المخلفات وبنأكون نش محترم لمدينة محترمة جمهورية زفتة هدخل دلوقتي على حزب مستقبل وطن عازي قدمه شكل وتهناء مجموعة مجلس الشيوخ او مجموعة مستقبل وطن اللي فازوا مجموعة القايمة والفرد بمجلس الشيوخ المحترم الخلوق بن زفتة الاستاذ عبدالله محمود ابو حسين الاستاذ محمود عبدالله ابو حسين والمحترم الخلوق محمد عريبي امين حزب مستقبل وطن بالغربية والمحترم الخلوق احمد حماد او دكتور احمد حماد المجموعة دي يا جماعة هم مجموعة مستقبل الوطن اللي فازوا في مجلس الشيوخ ده صبعا محمود ابو حسين حبيبنا وابن زفتة اللي فاز بجدارة واقتدار في مجلس الشيوخ وأصبحها لزفتة منبرا في مجلس الشيوخ أتمنى أن نشوف لك بصنة إيجابية فندم على أرض الواقع الصورة الثالثة في دي أنا والدكتور محمد عريبي أو اسم محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بزفتة أو بالغربية كلها شخصية محترمة على أرض الواقع تتحدث وتعمل دوما عازي أقدم الشكرة دلوقتي للحزب الشعب الجمهوري أنقل الصورة على حزب الشعب الجمهوري وأقدم التهنئة للأستاذ المحترم دي يا جماعة صورة خلنا في الصورة دي دي صورة جميلة رائعة متميزة في زفتة معرض الرويني لتجارة السيارات والتوك توك والموتوسيكلات ألف مبروك الأستاذ محمد لطف الطويل والأستاذ محمد فوز الرويني افتتاح محلات الرويني أو معرض الرويني في زفتة ربنا يخليكم وروحوا زورتكم مكان جميل ومحترم على الأرض الواقع وإن شاء الله بالتوفيق يا فندم لكم الصورة اللي بعدها جماعة ده بقى حزب الشعب الجمهوري والمحترم الصديق المحترم الخلوق دكتور محمد الحفناوي أمين زفتة بحزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري طبعا حزب محترم وخلوق كان بيفتتحوا الفرع من يومين دكتور محمد ألف أبروك صديقي وأخوي وأشرة عمري أصبحت أمينا لحزب الشعب الجمهوري بمركز زفتة وأبروك في تساحك يا فندم وإن شاء الله في القريب العاجل أعملك زيارة وألف ألف أبروك وإن شاء الله مكان محترم ومجموعة شباب محترمين وده اللوجو بتاعهم حزب الشعب طبعا على رأسه أبو هشيمة هو أحد الناس المحترمة جدا فاضل الصورة يا جماعة واحدة بس تتعرضوا لي معلشي صورة واحدة بقى صورة معلشي أيها الصورة دي الصورة دي بقى جماعة لها مرزة خاص نقف عليها عشان نختم بيها الحلقة دي مدرسة محترمة جدا اسمها مدرسة الشرفة الاتدائية الجديدة اللي جنبي بالضبط هو المحترم الأستاذ محمود النمر وهو مدير إدارة الأمن في التربية والتعليم ومعانا الأستاذ جمال مظلوم مدير المدرسة والأستاذ محمد صقر وكيل المدرسة والأستاذ مصطفى في العمل شخصيات محترمة جدا على أرض الواقع نزلت معهم صورت معهم مدرسة بجد حكومية ولكن تفوق الخاص مدرسة حكومية تفوق الخاص أشكر المحترمين القائمين على المدرسة أشكر كل الناس المحترمين على مدرسة الشرفة الجديدة أشكر كل الإدارة التعليمية في المرجو بقول لكم بصراحة إنجاز على أرض الواقع أنا ما صدقتوش لما روحت زورة المدرسة أتمنى التوفيق لكم وأتمنى التوفيق لأستاذ المحترم ودير المدرسة الأستاذ جمال مظلوم شخصية محترمة جدا جدا تدير المدرسة أنا كده الشيبي خلصت حلقة النهاردة عايز أقول لكم برنامج نعم أستطيع في ميزة كويسة قوي برنامج نعم أستطيع بيقدم لكم وجبة دسمة لكل من يرغب أن يكون مزيعا بنضرب تدريب عمل محترم على أرض الواقع في مدينة الإنتاج الإعلامي في القناة بعد كده كمان في البرنامج بعد كده بنأهل المزيع حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عشان ياخد وضعه وياخد نفسه ويقول أنا مزيع حلقة في اتنين بيبدأ يتعلم واحدة واحدة على أرض الواقع بنعلمك ونضربك ونآهلك من خلال برنامج نعم أستطيع وأرقامنا معاكم على الشاشة عايز أقول لكم حاجة كويسة قوي أشكر نهاردة إدارة القناة وأشكر دايما إدارة قناة الصحة والجمال والمخرج المحترم وكل مجموعة العمل من المصور للمخرج لأستاذ نصر الشاهد حبيبي واخويا عمري ما أزعب منك أبدا يا نصر الشاهد ولكن أخي الكبير وبحتلمك وبحبك قناة محترمة شكر الخاص لأستاذ عبد الحميد المحترم جدا اللي عمل معايا دي كويس بسلام الحميد توفيق رئيس القناة والمجموعة العمل كلها قناة محترمة ومنعم أستطيع مكمل في القناة إن شاء الله النهاردة الحلقة رقم 244 الموسم 21 بداية كتنة وإن شاء الله نهاية فكارات الصحة وجمال دايما أنا موجود عايز أقول لكم دايما ختام الشهير دايما اللي بحب أقول لكم وشاة جمل كده أحفظوه مني واحد تفائلوا بالله خيرا تفائلوا بالخير تجدون اثنين لا شيء مستحيل ليه إن الله على كل شيء قدير ما بين الكافي والنون يوجد رب يقول للشيء كن فيكون سيدنا علي بيقول كل متوقع آت كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى شرط الصبر والسعي والاجتهاد سيدنا علي بيقول تانهو كل متوقع آت فتوقع ما تتمنى ربنا بيقول إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم للخير وحبب الخير إليهم إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة ودايما بقول جملة شهيرة ليا جدا احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك أنا كده خلصت حلقتي ولكن عايز أقول لكم شوية جمل على ما حلقتي تخلصوا وقولوا لي إنه الحلقة عايز أقول دايما رسالة لكل مدخن إنت ليه بتدخل ليه بتعند ربك أنا ماقولش حلال ولا حرام ولكن تستشعر في صدرك بتقول مش هتفرق معاي بس والله العظيم والله العظيم على سن معين في حياتك سن الاربعين أو الخمسين أو الستين هتلاقي نفسك ممدد في مستشفى السرطان أو مستشفى الصدر عندك حاجة في صدرك بتقول يا ريتني ما شربت سجارة فلوس رايحة بالأوانطة صحة رايحة بالأوانطة ومع ذلك بتعند ربنا أدك صحة حلوة قوي وإدى واحد تاني قعيد على كرسة بعجل بقول يا رب نفسمشي يا رب نفسقف يا رب نفست ماشي يا رب وإنت ماشي وبكل جوروب بتقول أنا بشرب سجارة يا رب قعدني يا رب على السير بعجل يا رب قعدني في مستشفى صدران يا رب حاسب يا اللي تشرب سجاير حاسب يا اللي تشرب سجاير عايز أقول لسئلة تانية مهمة جدا 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 لكل شخص حالم وطموح كمل في حلمك واسعى ققع وقوم وعافر واشتغل وسدقني يتحقق دوما نقول نعم أستطيع لا شيء مستحيل إن الله على كل شيء قدير الرسال تلقى لكل واحد يائس مش مئز ليه يا أخي تايقص ربنا موجود ليه تنفر وربنا موجود ليه تش مئز وربنا موجود اتعب واشتغل واسعى أو نفسك طورها اعيلها اشتغل وقول أنا إنسان إذن أنا إيجابي رسالي دايما لكم كن إيجابي كن ذا أثر كن ذا أثر بين الناس وحاول واشتغل وقول أنا إنسان ربنا خلقني الهدف خلقنا لهدف لله ما أعطى ولله ما أخذ اتخلقنا ليه عشان نشتغل بس لا مش الشغل ربنا أو رسولنا ما قال النبي وصع لسبع جار ما قالهاش جزافا والله عشان كل واحد يبص جام ويمين وشمال ساعد الناس ساعد الناس ربنا بيقول إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها دورك تنمي واتطور مش تهدم وتضمر اوعد كون زي الإخوان ضمرت مصر وخربتها ومشت اوعد ضمر مصر ودايما نقول أنا إنسان إذن أنا إيجابي هاختم جمهورية الشهر تانية وأقول احلم وصدق حلمك احلم وصدق نفسك وقول يا رب يا رب يا رب أكيد هيديك لأن ربنا ما بيديش العيز أشوفكم دايما على خير في لقاء متجدد الأربعاء القادم العاشرة صباحا دمتم في رعاية الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة